المرأة تريد منك شيء واحد فقط إن عطيتها ياه صدقني رح تكسب قلبها وعقلها ورح تصير أنت كل شيء بالنسبة لها بهذا الفيديو رح نتكلم عن شيء واحد فقط إن عطيته للمرأة رح تكسب قلبها تابعوا معي الفيديو للأخير وإذا كنتم مش مشتركين بالقناة تشتركوا فعلوا الجرس حتى يصلكم كل جديد وإذا عجبكم موضوع خلوا لي لايك وكومنت دعما للقناة وهلا يلا خلينا نبدأ أكثر شيء بتحب المرأة من الرجل هو الاهتمام وأكثر شيء بخلي المرأة تكره الرجل هو الإهمال وتكلمنا عن هذا الشيء في الفيديوهات السابقة حاول سيكولوجية الحب عند المرأة فعشان كده إذا كان بدك تكسب قلب المرأة أعطيها شيء واحد فقط وهو الوقت حاول أنك تكون مستمع جيد للمرأة لأن المرأة بتحب أن الرجل يهتم بكل تفاصيل حياتها فمهما اختلفت طبيعة المرأة من واحدة للتانية إلى أنه بتبقى رغبة المرأة في الحصول على الاهتمام من الرجل هو القاسم المشترك ما بين كل النساء ومستحيل أي رجل يعوض هذا الاهتمام بأشياء أخرى كيف ما كانت فعشان تدمن حب المرأة ليك وعشان تكسب قلبها لازم أنك تكون متفاني في الاهتمام بالمرأة ورعايتها والاستماع الجيد لها واحترام المواضيع يلي بتتكلم فيها معك حتى لو كنت تشوف أنه هاي المواضيع تافها ومش من اهتماماتك كمان حاول أنك تخصص لها وقت تشاركها في الأنشطة والهوايات يلي بتحبها المرأة وتمارس معاها هاي الأنشطة مثلا إذا كانت المرأة عندها هواية معينة وبتحب أنها تروح تمارسها مرة أو مرتين بالأسبوع فإذا فاجأتها ورحت معاها وشاركتها في هوايتها صدقني رح تكسب قلب المرأة كمان حاول أنك تكون حريص على تذكر المناسبات يلي بتخصكم كعيد زواجكم أو عيد ميلادها وخصص لها وقت في هذا اليوم بالضبط وحاول أنك تسعدها في هذا اليوم فهذا التصرف كتير بيعني للمرأة أنه هي كتير مهمة في حياة الرجل وهيك رح تكسب قلبها أكتر وهنا بنكون وصلنا لنهاية الفيديو بتمنى دعمكم للقناة بلايك وكومنت وشير للمقطع مع أصحابكم بلقاكم بفيديو قادم وسلام سلام